شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024 يعد اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي تتويجا للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021 وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ كوب 27 ترجمة نانسي قنقر